بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل في هذه الحصة إن شاء الله لدينا نص الإدماج أحلام المستقبل صفحة 124 للسنة الرابعة ابتدائي وسنبدأ أولا بقراءة النص ثانيا نجيب عن الأسئلة ثم لدينا الجزء الثالث أعبر كتابيا قبل هذا بالنسبة للكتب الخارجية التي أنصح بها لتحضير للاختبارات أنصحكم بالاستعانة بكتب سلسلة مستقبلي تجدون كتابي في الاختبارات الفصلية اختبارات الفصلية للفصل الأول وللفصل الثاني وللفصل الثالث جميع المواد اختبارات الفصلية حسب تدرج السنوي الجديد متوفر أيضا كتابي في الاختبارات الفصلية للسنة الخامسة ابتدائي وللسنة الثالثة ابتدائي جميع المواد وأيضا اختبارات الفصلية في مادة الإنجليزية كتابي في الاختبارات الفصلية للسنة الثانية ابتدائي وللسنة الأولى ابتدائي كتب سلسلة المستقبلي تجدونها متوفرة في المكتبات ويمكنكم أيضا شراء السلسلة عن طريق عملية التوصيل السريع سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف ورقم الهاتف للاستفسار أكثر عن كتب سلسلة المستقبلي إذن الآن نبدأ بقراءة النص تابعوا معي أحلام المستقبل أريدكم أن تغمضوا عيونكم جميعا وتحلموا بهذه الكلمات بدأ المدرس حصة التعبير أغمضنا عيوننا فسرح بنا الخيال وبدأنا الكتابة حين أنهينا جمع المدرس أحلامنا وبدأ يقرأها كتب عمادو أحلم أن أكون عالم بحار ومحيطات مثل العالم جاك كوستو أجوب المحيطات وأغوص في أعماقها لأكتشف روعة الحياة المائية وكتب عبده أحب أن أكتشف عالم الفضاء وألتقي بسكان المريخي أما أنا فكتبت أتمنى أن أتعلم لغة البراي وأساعد الذين فقدوا أبصارهم ليروا العالم بعيني ويقرأوا حكاياتي الكثيرة وأشرح لهم أن السماء زرقاء والورد أحمر والمرج أخضر الآن لدينا الجزء الثاني من الحصة الأسئلة ولدينا أولاً عما كتب الأولاد في حصة التعبير كتب الأولاد في حصة التعبير عن أحلامهم في المستقبل ماذا تمنى كل منهم؟ نبدأ أولاً لدينا عماد عماد تمنى أن يكون عالم بحار ومحيطات مثل العالم جاكوستو أما عبده تمنى اكتشاف عالم الفضاء والالتقاء بسكان المريخ ولدينا الكاتبة تمنت أن تتعلم لغة البراي لتساعد المكفوفين ليروا العالم بعينيها تحدث عن الاختراع العلمي الذي بين يدي هذا الطفل إذن فدينا هذا هو الاختراع العلمي نقول الرجل الآلي أو نقول الروبوت الرجل الآلي هو آلة ميكاليكية قادرة على القيام بأعمال مبرمجة سلفاً إما بإشارة وسيطرة مباشرة من الإنسان أو بإشارة من برامج حاسوبية الآن لدينا الجزء الخاص بالبناء اللغوي جد في النص مصدراً اسماً مجروراً اسماً فيه ألف لينا اسماً يدل على المثنى لدينا أولاً جد في النص مصدراً نقول المصدر أو نقول مصدر الفعل هو الاسم الذي يشتق منه الفعل مثلاً لدينا قرأة قراءة استفادة استفادة انطلق انطلاق ابتكر ابتكار لدينا هنا فسرح بنا الخيال وبدأنا الكتابة كتابة كتابة اسماً مجروراً لدينا حروف الجر تعرفنا على حروف الجر المتصلة وحروف الجر المنفصلة إذن لدينا اسم مجرور في النص سكاني نقول هنا بسكان المريخ إذن لدينا حرف الباء هنا حرف جر متصل بعد ذلك لدينا اسماً فيه ألف لينا ألف لينا أما ممدودة أو مقصورة لدينا أما أنا فكتبت إذن لدينا أنا اسماً يدل على المثنة اثنان يا أبطال تعرفنا أن الاسم المثنة إما ينتهي بألف ونون أو ياء ساكنة ونون ألف ونون أو ياء ساكنة ونون في بعض الحالات نقوم بحذف النون هنا سنتعرف عليها إن شاء الله الأيام القادمة أو في السنة الخامسة ابتدائي بإذن الله لدينا هنا كلمة تدل على المثنة إثنان ليروي العالم بعينية بعينية كم من عين هنا لدينا إثنان إذن لدينا اسماً يدل على المثنة لدينا الآن الإعراب أعرب الكلمات المسطرة في النص لدينا الكلمات عماد المحيطات نبدأ بالكلمة الأولى لإعراب الكلمة نبدأ أولاً بقراءة الكلمات التي جاءت قبلها دائماً نبدأ من بداية الجملة إذن لدينا بداية الجملة كتب عماد كتب لدينا فعل من قام بهذا الفعل؟ من كتب؟ إذن لدينا عماد نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الظم الظاهرة على آخره الكلمة الثانية المحيطات أجوب المحيطات أجوب من أنا هنا فعل أفاعل ماذا أجوب؟ المحيطات إذن لدينا ماذا؟ الجواب عن ماذا لدينا المحيطات المحيطات هنا لدينا مفعول به منصوب دائماً قلنا المفعول به دائماً منصوب لكن هنا علامة نصب ما هي يا أبطال؟ تعودنا إما تكون عندي الفتحة الظاهرة وقلنا أيضا عندي الياء إذا كان جمع مذاكر سالم أو لدينا مثنى لكن هنا لدينا كسرة هذه العبارة أو هذه الكلمة هل هي مفرد أم جمع مثنى؟ هذه الكلمة جمع لدينا تنتهي بألف أو تا مفرد هذه الكلمة المحيط المحيطات نقول هنا جمع مؤنث سالم لا أو هنا نضيف كلمة نقول ملحق بجمع المؤنث السالم يعني إذا كانت عندي كلمة مذكرة وفي التحويل قمنا بتحويل هذه الكلمة للجمع أضفنا ألف وتا نقول ملحق مفهوم يا أبطال هنا إذن فيما يخص الإعراب إذا كان عندي جمع مؤنث سالم أو ملحق بجمع مؤنث السالم هنا ما تكونش عندي الفتحة دائما هنا علامة الإعراب عندي الكسرة الكسرة نيابة عن الفتحة إذن نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم حول الجملة التالية إلى المثنى بدأ المدرس حصة التعبير هنا بدأ المدرس المدرس هنا لدينا مفرط إذن التحويل إلى المثنى سنقوم بتحويل هذه الكلمة فقط إلى المثنى إذن التحويل إلى المثنى نضيف ألف ونون أو يا ونون ألف ونون إذا كانت عندي كلمة مرفوعة لدينا الضم إذن نقول بدأ المدرسان ألف ونون حصة التعبير الجزء الأخير الآن أعبر كتابيا ما هو الابتكار الذي تتمنى أن تحقيقه في المستقبل لماذا وما هي فوائده هنا يعني الفكرة الجديدة التي تتمنها الفكرة هذه تكون عندها فائدة ولها قابلية للتطبيق الصناعي أو بمعنى أن يكون الاختراع جديدا ومن الممكن تصنيعه وأن يكون سهل تطبيق على أرض الواقع مفهوم يا أبطال هكذا ما هو الابتكار الذي تتمنى أن تحقيقه في المستقبل لهذا يجب علينا ماذا يا أبطال لكي يتحقق هذا الحلم أن أدرس جيدا أراجع دروسي جيد أطيع والدي قبل هذا ماذا يا أبطال نتعلم الصلاة قراءة القرآن الدعاء أحسنتم لكي يتحقق هذا الحلم إذن هنا كل تلميذ سيحدثنا ماذا تتمنى في المستقبل ما هو الشيء الذي تريد أن يتحقق في المستقبل الابتكار الذي تتمنى أن تحققه في المستقبل إذن سأترك لكم التعبير الأول الفقرة الأولى والفقرة الثانية هكذا بش يأخذ التلميذ الفقرة يقوم بتغيير بصير فقط ويتعلم أيضا التعبير إذن هنا تكون خلاص سمعانا حصة اليوم دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته